اعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في استكمال مراجعة التاريخ للسنوية العامة طبعا النهاردة على مدى اربح ساعات متصلة من الساعة اتناشة ونص للساعة اتنين ونص ومن الساعة تلاتة للساعة خمسة على مدى اربح ساعة متصلة بنتكلم معكم في مراجعة كاملة وشاملة لكل جزئيات المنهج الحلقة السابقة توقفنا مع الاستاذ ابن الحميد حتى معهد الستة وتلاتين اه لو اي حد عنده برضو اي سؤال واي استفسار احنا معاكم اهو قبل الفترة اي حد عنده اي حاجة عايز اسأل فيها ان شاء الله هضط معاكم النهاردة كده في الساعتين دول ربنا يأسر ان شاء الله باقي الرابع والخامس والسادس ونحاول ان شاء الله لو فيه حاجة الاسبوع اللي جاي نكمل باقي طيب اه اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المتغيرات الداخلية والمتغيرات الدولية حدس اربعة فبراير من الحاجات المهمة اللي نقاش تفعله السيد عبد الحميد قبل الحلقة التانية ما تنتهي تواريخ تواريخ اللي بتحدد عند الفترة الزمنية المقصودة يعني على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نتكلم ونخلي مننا في اللي هقوله النهاردة ونكتبه ورايا لما نقول بما تفسر بما تفسر ايه تدهور الوضع السياسي في مصر عام الف تسعمية اربعة واربعين اذا هنا التاريخ هو اللي يحدد لي تدهور الوضع السياسي في مصر عام الف تسعمية اربعة واربعين انا تكتب السؤال كده لما قول ليه حصل عند تدهور في الوضع السياسي في مصر عام الف تسعمية اتنين واربعين اربعة واربعين بنقول نظرا لإيقالة الملك وزارة النحاس عودة حكومات الأقلية جميل التف الملك حول الأحزاب التي فقدت ثقة الشعب وأحزاب الأقلية طيب وبعديها حصل فوضى والطراف في عهد العزين الحكومات وقتل اتنين من رؤساء الحكومات احمد باشا ماهر ومحمود فهمي النقراشي قوية حركة الإخوان المسلمين وبدأوا في ممارسة تفجيرات من خلال الفرق الجوالة وتنظيمها السري سواء في القاهرة أو خارج القاهرة طيب دلوقتي عندي فيه تظاهر في الوضع السياسي بعد إقالة الوفد 1944 يركز في السؤال طيب نشوف السؤال اللي بعده كده لما نجي نقول وضح مراحل المفاوضات بين مصر وبريطانيا في عهد حكومات الأقلية في عهد حكومات الأقلية في الفترة من 1944 ل1950 السؤال ده مهم قوي وضح مراحل المفاوضات بين مصر وبريطانيا في عهد حكومات الأقلية في الفترة من 1944 ل1950 إيه يا أستاذ مراحل المفاوضات هنقول أول حاجة فشل المفاوضات في تعديل أي تعديل تعديل معهد الستة وتلاتين بما يحقق الجلاء سواء المصر أو السودان اتنين عرض قضية مصر على مجلس الأمن 47 وظلت القضية معلقة دخلت مصر سنة 48 حرب فلسطين وهزيمة العرب تمام كما مراحل المفاوضات من مصر وبريطانيا في عهد حكومات الأقلية فشلت فشلت في تعديل معهد الستة وتلاتين عرضت قضية مصر على مجلس الأمن 47 وظلت القضية معلقة في عهد حكومة النقراشي دخلت حرب 48 لم يكن التعاون كافيا بين العرب مما قد إلى هزيمة العرب وعقد هدنة مع إسرائيل نقدر نقول إن الحكومة دي عهدها كان عهد الطرابات ومفاوضات فشلة وحروب خسرة حلو أوي نسأل بقى والسؤال ده نركز فيه أوي نركز كده مع بعض كده كده في السؤال ده بصورة مهمة جدا ما نتائج الموقف السياسي المتدهور ما نتائج الموقف السياسي المتدهور لحكومات الأقلية في الفترة من كام بقى من 44 لكام لخمسين إيه نتيجة الموقف السياسي المتدهور لحكومات الأقلية أهو نقول يا أستاذ أول حاجة أجبار الملك أجبار الملك على إيه إجراء انتخابات طيب وبعد ما نجح عملنا انتخابات نجاح من اللي نجح الوفد وألف النحاس الوزارة وأطلقوا الحريات التي كانت محبوسة في عهد الأقلية ثم الغاء الغاء يبقى ألغى النحاس معاهدة ستة وتلاتين جميل بعد ما ألغى النحاس المعاهدة إطلاق الحرية للنضال المسلح ضد الإنجليز مما أدى إلى محاصرة الإنجليز محافظة الإسماعيلية ثم بعدها حريق القاهرة طيب طيب تمام نتيجة الموقف السياسي المتدهور السؤال المهم ونخلي من الله يخليكم النتائج المترتبة على الموقف السياسي المتدهور لحكومات الأقلية قلنا السؤال هو أجبر الملك على إجراء انتخابات فاس فيها النحاس أطلق الحرية التي كانت محبوسة في ظل حكومات الأقلية ثم بعد ذلك دخل في التفاوض مع بريطانيا لتعديل معاهدة 36 وفشلت مفاوضات ورفض انجلترا التعديل فقام النحاس بإلغاء المعاهدة أكتوبر 1951 لغى المعاهدة لما لغى المعاهدة أطلق الحرية للنضال المسلح ضد الإنجليز في منطقة القناة بدأت إيه حركة الفدائيين الفدائيين هم المدنيين الذين اشتركوا اشتراكا عسكريا لإخماد أو لضرب إنجلترا حصل إيه نتيجة للكلام ده قامت إنجلترا بمحاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية 25 يناير عيد الشرطة وطلبت نزع سلاح بلوكات النظام الذين انضموا إلى الفدائيين في حربهم مع الإنجليز من وزير الدقلية خلي بالك من الاسم فؤاد صراج الدين رفض وأعلن عدم الاستسلام فقامت إنجلترا بدرب المحافظة وسقوط عشرات من الشهداء في الإسماعيلية لوعيد الشرطة وصل أنا بقى هذا الكلام إلى القاهرة فتحركت ملوكات النظام احتجاجا على ما حدث ثم حدث وعلى أصر هذا الحدث قام الملك بإقالة وزارة النحاس وعودة حكومات الأقلية وإعلان الأحكام العرفية وعين حكومة علي باشا ماهر اللي استقالت في أول مالك تاعم ده اللي بنتكلم فيه بعد كده هسأل سؤال صغير وقول هنا أيد أيد صحة معانا تنفون هنا أقدر حالا بس لحظة أكتب السؤال أيد صحة أو خطأ العبارة الآتية تاريخيا كانت قرارات أكتوبر واحد وخمسين في صالح القضية المصرية ركز بالسؤال لما ناخد علاقة ونرجع لك تاني سلام عليكم يا علاء السلام عليكم عامل يا علاء الحمد لله تمام الحمد لله تفضلي يا علاء عندي سؤال حدث حدث العلاقة بين كلهم من حرب فلسطين آه 1948 وعقد معهد الدفاع المشترك حرب فلسطين 1948 نقوم نظرا لعجز الجمع عن إنشاء قوة عسكرية نظرا لوجود الصغرات في الميصاق نظرا لوقوف الدول العربية موقف المتفرج أو المتخازل في حرب 48 قامت الدول العربية بتوقيع ميصاق الضمان المشترك أو الدفاع الجماعي وهو تكوين قوة عسكرية من الدول العربية المشتركة في الجامعة ووافقت دول ولم توافق دول إيه أخرى بس بنقول ما فشلت الجامعة في تحقوق يا بنتي وبنقول إيه نص الميصاق وتعظمان الجماعي اتفضلي ماشي شكرا حاجة تانية لا شكرا اتفضلي لم يقول أية صحة أو خطأ العبارة كانت قرارات أكتوبر السؤال ده مهم جدا نخلي بنا منه كانت قرارات أكتوبر 51 في صالح القضية المصرية نشوف السؤال مع بعض تانية على الشاشة أية صحة أو خطأ العبارة كانت قرارات أكتوبر 1951 في صالح القضية المصرية السؤال هنا هترى صحة ولا غلط ها أنا سيب السؤال شوية ولو حد فيكو عارف يقول تاني كانت قرارات أكتوبر 1951 في صالح القضية المصرية طيب هبدأ أتكلم معكم في سؤال تاني لما أقولك مثلا على سبيل المثال ما العلاقة ما العلاقة بين معاهدة 36 تمام ومحصرة مبنى محافظة الإسماعيلية نفس الكلام ما العلاقة بين محصرة مبنى الإسماعيلية وحريق القاهرة ما العلاقة بين حريق القاهرة وإيقالة الملك وزارة النحاس كل دي أسئلة على نفس إيه الفقرة طيب هنبدأ نسأل سؤال جديد لما أقول عندي أيد صحة أو خطأ العبارة تاريخيا كان من كان من عوامل قيام صورة يوليو تحرير البلاد من الاستعمار ركز كده كان من عوامل صورة يوليو وتحرير البلاد العبارة إيه؟ صح ليه؟ لأن معهدد ستة وتلاتين لم تحقق الجلال سواء المصر أو السودان طيب سؤال تاني برضو لما نيجي نقول ما العلاقة ما العلاقة بين حرب فلسطين ماشي و صورة يوليو تمام سؤال تاني برضو لما نيجي نقول وضح تضاهر الوضع السياسي في مصر آخر العهد الملكي ناخد تلفون معنا عشام من الجيزة سلام عليكم مرسل ازاي حضرتك ازاي جي هشام الحمد لله كل صان طيب يا مرسل كل صان طيب يا شام تفضل السؤال أولادي كانت قارات أكتوبر اه طب نقرأ تاني من على الشاشة كده كانت قارات أكتوبر واحد وخمسين في صالح القضية المصرية ها العبارة صح العبارة صح اترك الحرية للشعب الناضي المسالح للقوات البطنية اه وحيث وقامت الجامعة الفدائيين بمهاجمة المعسكين البطنية وقامت الحكومة بزيد عدد الجنود وقامت الانجليز بمحاصلة ممنى للمحاصلة الاسكاني قارات أكتوبر ايه أصلا يا شام ايه قارات أكتوبر قارات أكتوبر اللهم اتقامت جماعة الفدائيين بمهاجمة المعسكين الغاء معهدد 36 اه تمام ماشا لازم اقول دي الاول عندي يا شام الغاء معهدد كام 36 واطلاقوا الحرية للفدائيين بعد ذلك حلووي قادة الكلام دي على محاصلة مبنى المحافظة صح صح وبعدها حرقل ايه الاسكان حرقل القاهرة وبعدين صورت ايه باتكتوبر ايه وخمسين وبعدين استقلال مين باتكتوبر ايه بس البلد استقلال البلد انت غفية عندك ارتباط ابدي بين مصر وبريطانيا لو عادت كام يا شام 36 في طالب تسألت قوله قارات اكتوبر واحد وخمسين هو عارف ان اكتوبر واحد وخمسين لغاية المعاهد اقول لك لا غلط لان اتحصلت الاسماعيلية ولبلد ولعت لا ده في صلاحنا تمام لان انا لغاية العلاقة اللي بيننا وبان بريطانيا واصبحنا ايه دولة بعيدة عن بريطانيا بنعمل على الحصول على الاستقلال فلازم يكون هناك ايه تعب ومجهود مقابل الحصول على الاستقلال زي حريق الايه القاهرة ومحاصلة مبنى الايه اسماعيل فانت هتتكلم لحد قيام صورت يوليو واستقلال مصر بص يا شام اصعب سيغ اسئلة في العالم انا بحطيه هنا عالطريبزة دي تمام صح او انت مش متابعنا اصلا لا لا متابع من الاول السنة خالص طب جميل انت شفت في اسئلة اصعب من اللي احنا بنقولها هنا في ايه كتاب تاني لا اصطراحة لا طب جميل يعني انا هنا بدربكم على كل الاسئلة تمام التذكر والكلام السهل ايه البسيط ده انت بتحفظه في البيت الزراعة الصناعة التجارة ايه كلام جميل ايه كلام في لف تاني انا بيعيده معاك هنا وبقول تاني هو في نفس الوقت معاك انت معايا فعمرك ما يتلاقي في الامتحان يستحيل ان شاء الله تلاقي الصيغة اصعب من اللي اتقلت هنا طب انا كان عندي سيغة في كتاب المدرسة اتفضل بللي ما يرايك في جامعة الجامعة العربية او بضع عن انتحاد حكومات لا انتحاد شغو اه بللي صحح المقولة دي اه بتاكي شعط اني مبيني تصحح المقولة او بللي صح المقولة او لا رأيك في المقولة او ما رأيك في المقولة بعد كده تدلل على صحة الابور طيب لما قل لي رأيك في المقولة اهلا ان المقولة مقولة صديقة ان الجامعة اتحاد حكومات لا ستتحاد شعوب مم وذلك لكسرة التحفظات التي ابدأها المندوبين العرب في الميساق والتي تعود الى الاستعمار الذي لم يكن يسمح الا بمخطط محدد من الوحدة العربية مم انه وعلى وجود الصراعات التقافية والاعتمارات الاقليمية التي حرص عليها العرب القرارات في الايه في المساقة بالاغلبية ولا بالاجماع لا بالاغلبية لا بالاجماع مما عطل الكثير من القرارات فضل هتتكلم عن سياسات مرسي في الحكم طرقته في السياسة ادارة البلاد اعلان باند ستوري وضع عناصر الاخوان في كل هيئات الدولة ظهور حركات المعارضة والمطالبة بانتخابات ايه جديدة طيب وفجأة سياسة محمد مرسي في الحكم فيه تحكية مطالبة الصورة نفس الكلام نفس الكلام صحيح برد الصورة ده هو ده صحيح كلا؟ تمام تماما مش اشكرا حضاك تعطي عملك يا شام وتمعنا هنقول حاجات مهمة النهاردة في الاسئلة دي ببنا خليكا مش ماشا مع الف سلام لمول عندي بنقول هنا اه طبعا ايه العلاقة من حرب فلسطين وصورة يوليو في حرب فلسطين قللك حرب فلسطين من اكبر عاملة اثرت في نفوس الزباط اي تدل على مدى الجرم الكبير اللي ارتكبوا الملك والنظام الحاكم في حق الجيش والشعب في دخول الجيش دون قد نستعداد او تدريب او اسلحة او زخائر او معدات كافية ليلقى الجيش هزيمة شعينة امام اليهود بما قد على ظهور تنظيم الزباط الاحرار طيب جميل ده صورة يوليو العلاقة من ايه خلي ملك معايا انا في عندي العلاقة ما بين حرب فلسطين وعوامل صورة يوليو او قيام صورة يوليو والعلاقة من حرب فلسطين وظهور تنظيم الزباط الاحرار طيب السؤال التاني وضح تدور الوضع السياسي في مصر اخر العهد الملكي اه حصل تدور في الوضع السياسي ازاي كانت البلاد ترزح تحت بطش وزل الاحتلال ديكتاتورية الملك انحلال نظام الحكم فساد الاحزاب السياسية بقت التجربة الليبرالية التي دخلتها مصر بالفشل طبعا احنا عارفين ان الحكم الليبرالي امتتمتع به مصر الا سبعة سنوات متقطعة في عهد الوقف طب لما نيجي نتكلم على النقطة الكام اللي بعد كده اه بنقول عندي من الحاجات المهمة جدا والمؤسرة فعلا في قيام الصورة بنقول تدهور ولكن انا فسر تدهور تدهور ايه الاوضاع اي اوضاع الاجتماعية في مصر قبل صورة اتنين وخمسين طب يوصل ايه عندي بتدهور الاوضاع الاجتماعية في مصر قبل صورة اتنين وخمسين يقصد بيها ظاهرة الاقطاع وسوق توزيع ملكية الارض يقصد بها الرأسماليين وابتزاز عرك العمال هنتكلم بقى ظاهرة الاقطاع وامتلاك فيها معينة اراضي مصر وحرمان الباق من الامتلاك واصبح الفلاحين مزارعين في ارض الاقطاعيين يعانه الجهل والفقر والمرض الرأسماليين اصحاب المصانع ابتزوا عرك والصناع وعمل الصناع بلين تحديد ساعات للعمل او تأمينات او معاشات او تعودات في حالة الاصابة او الايه او العجز نقدر نقول النساء با خص مين اللي خلق النظام ده مين محمد ايه علي يعني نقولك كان هناك علاقة بين محمد علي واسباب صورة يوليو طولها محمد علي كان سببا في خلق نظام الاقطاع ليه محمد علي اول من اوجد نظام الملكية الزراعية نقولنا الارض في مصر كان ملك للسلطان الايه العثماني محمد علي اول واحد اظهر نظام الملكية الزراعية ازاي لما قلنا محمد علي في الطبقات التي ظهرت واختفت في الاوضاع الاجتماعية ظهور طبقة الملاك ملاك الارض الزراعية من ايه الملكيات الكبيرة او الملكيات المتوسطة هم دول اللي الثورة التدريجية لحد ما ازمح نظام الايه الاقطاع طيب جميع لما نقول برضو السؤال اي صحة او خطأ الايه العبارة كان الملك المسؤول عن صفقة الاسلحة الفزدة الملك كان مسؤول عن صفقة الاسلحة تقول للعبارة ايه خطأ كشفت التحقيقات في النيابة عن تورط عدد كبير من اين من الحاشية في صفقة الاسلحة الفزدة يعني الحاشية صحاب الملك هم اللي جابوها انما الملك نفسه ما كانش له لقب اي حاجة في صفقة الاسلحة الفزدة طيب تمام نيجي برضو نقول سؤال صغير كده بسيط اول سؤال هنا نقول اسباب ظهور تنظيم الزباط ال احرار بشكل سري اسباب ظهور التنظيم الزباط الاحرار بشكل ايه؟ سري نقول يوم استاذ حتى لا يقع تحت طائلة القانون ليه؟ لان قوانين الجيش مالها تمنع افراده العمل السياسي خليب لك من السؤال انا بقول اسباب ظهور التنظيم ولا اسباب ظهور التنظيم بشكل سري بشكل سري اذا السؤال بتاعي هنا معناها انا بقصد السرية ليه ظهر بشكل سري حتى لا يقع تحت طائلة القانون لان قوانين الجيش تمنع افراده العمل ايه؟ السياسي طب كويس لما نجي نقول بقى هنا وضح المؤسرات التي ادت لظهور تنظيم الزباط الاحرار ايه المؤسرات اللي قدت لظهور التنظيم للزباط الاحرار؟ اول حاجة عندي من الاول مؤسر معادد معادد كام ستة وتلاتين اتنين حدسة اربعة فبراير اتنين واربعين تلاتة حرب فلسطين تمانية واربعين اربعة عملاء الاستعمار واولهم الملك خمسة تحويل ولا الجيش لصالح الشعب ركز معايا كده لما جاء العوامل او المؤسرات التي ادت لظهور تنظيم الزباط الاحرار؟ ده سؤال مهم جدا من الاسالة الكبيرة والمهم عندي من الاسالة الكبيرة والمهم جدا عندي ليه ظهر التنظيم؟ السؤال اللي قبله لم اقولتش كده السؤال اللي قبله من قلت فيه ايه؟ قلت في السؤال اللي قبله اسباب ظهور التنظيم بشكل ايه؟ سري ليه حتى لا يقح تحت طائلة القانون؟ لان الجيش يمنع افراده العمل السياسي تمام؟ هنا لما قول بقى اسباب ظهور التنظيم بس ايه هي المؤسرات التي ادت لظهور التنظيم؟ معاهدة ستة وتلاتين لم تؤدي الاستقلال اربعة فبراير اهانة على كرامة الزباط لازم نعمل تنظيم حرب تمانية واربعين وانكشاف فضاعح النظام الملكي تلك الحرب التي بنى البجباشة عليها تكوينه حيثه ايه؟ استغل الرابطة الفكرية التي جمعت بين الزباط الشبان من اتجاهات سياسية مختلفة القضاء على عملاء الاستعمار اللي ارتبطت مصالحهم بوجوده وعلى رأسهم من الملك تحويل ولا الجيش من صالح الملك الى صالح من الشعب نخلي بنا ومهمة جدا ومن الاسئلة المهمة اللي فيها لما اجي اقول ما العلاقة بين العلاقة بين ايه؟ ما العلاقة بين حرب فلسطين الف تسعمية تمانية واربعين وظهور تنظيم الزباط الاحرار تاني كده معي ايه العلاقة بين حرب فلسطين وظهور تنظيم الزباط الاحرار دول حرب فلسطينية واستاذ مهمة جدا ادت الى انكشاف فضائح انكشاف ايه؟ فضائح فضائح ايه؟ النظام الملكي تاني حرب فلسطين ادت لانكشاف فضائح النظام الملكي تلك الحرب التي خلقت احفظ الكلمة دي كويس رابطة فكرية تلك الحرب التي خلقت رابطة فكرية بين الزباط الشبان المنتمون الى اتجاهات سياسية مختلفة والتي تستغلها عبدالناصر اللي بناء تنظيمه من الزباط الشبان داخل الجيش مهمة دي خلي بالك عشان فيه سؤال قبلها كنا قلنا ما العلاقة بين حرب فلسطين وصور تيوليو ده غير ده حرب فلسطين وصورة اتنين وخمسين غير حرب فلسطين وظهور التنظيم دي حاجة ودي ايه حاجة تانية نخلي وان منها تمام بعض من الاسئلة المهمة عندي انتخابات نادو الزباط بالزمالك كانت وسيلة لقياس قوة الايه التنظيم ازاي يا استاذ لما اجا اقول انتخابات نادو الزباط في الزمالك وسيلة لقوة التنظيم هنقولها ازاي يقولك اثبت اصارت او فسر اصارت خلينا لك كده من السؤال اصارت انتخابات نادي الجيش او الكوات المسلحة الرأي العام داخل وخارج الجيش اصارت انتخابات نادي الجيش الرأي العام داخل وخارج الجيش تقول لي اه عندما قرر الزباط الشبان الزباط الشبان خوض المعركة الانتخابية ضد قادة الجيش الكبار من عملاء السرايا ركز هنا ما فيش هنا اي نوع من النوع الايه التكافؤ الزباط الشبان عبد الناصر اصحابه قرروا دخول معركة انتخابات النادي على مجلس الادارة نادي ضد قادة الجيش الكبار عملاء السرايا قادة الجيش لواءاته رأسه افرع وعملاء السرايا ومش كده وبس وعلى رأس العملاء دول اللواء حسين سري عامر مدير سلاح الحدود طب المعركة بدأت امتا قالك بدأت المعركة الانتخابية عندما قام الملك الملك هو السبب في المعركة الملك عمل ايه عندما قام الملك بحل مجلس الادارة وعزل اللواء محمد نجيب ليتولى حسين سري عامر طبعا تم الاتفاق بين الزباط من الشبان وبين اللواء محمد نجيب وحطوا اسم اللواء محمد نجيب على رأس قائمة مرشح الزباط الاحرار تلقى القائمة التي تم توزحها على الجمعية العمومية 51 لضباط الجيش وشهدت الدقائق الاولى من 52 نجاح اللواء محمد نجيب بمجلس الادارة وفوز الزباط الاحرار فوزا صاحقا بمجلس الادارة نطلع فاصل اولاد معليش فاصل وسم ايه ازاي طلبة الطالبات السرية اهلا بكم بعد الفاصل نستكمل سويا مراجعة ايه المعنى هجي طبعا انا قلنا هنا عندي نجاح محمد نجيب اللي هو مدير سلاح المشاب منصب رئيس مجلس دارة النادي مع نجاح قيمة الزباط الاحرار وفازت فوزا صاحقا على ايه كل المرشحين طب نسأل با هنا سؤال كده نقول ما العلاقة بينا ركز في السؤال ده الملك ونجاح الزباط الاحرار في الانتخابات ما العلاقة بينا محمد نجيب نفس الكلام ونجاح الزباط الاحرار ما العلاقة بينا رغبة الملك في تعيين اللواء حسين سري رئيس للنادي ونجاح الزباط الاحرار ماشي كل دي اسئلة جابتها واحدة كل دي اسئلة جابتها واحدة لما اجتكلم الملك نفسه ما بيحبش الزباط الاحرار وكان بيعمل على القضاء عليهم ازاي الملك كان في علاقة بينه بالنجاح الزباط في الانتخاب اتقول اه الملك لما حل مجلس الادارة القديم معزل محمد نجيب محمد نجيب زعل لذلك اول ما اشار عليه عبد الناصر بالانضموم الى التنظيم اللي ضد الملك وافق جميل ايه اللي قلت بالنجاح محمد نجيب رئيس لقوة التنظيم وفرض سيطرة التنظيم انت بتخش في انتخابات النادي بتنتخب قيمة ليس فرض فانت بتبص في القيمة دي تعرف مين فيها فالكل عارف محمد نجيب فانتخب محمد ايه نجيب يعني اذا محمد نجيب هو اللي نجح واللي خلى نجيب يخش مع الزباط الاحرار غضب ومن الملك واللي خلى محمد نجيب يغضب حل المجلس وعزل محمد نجيب نفس الاسلة هي نفس الفقرة نخلي معنا الله يخليكم من الحاجات دي كلها طيب لما نجي نتكلم ونقول عندي الاسباب المباشرة لصورة 23 يوليوم اه طبعا ايه حصل عندي تعديل وشال كلمة المباشرة دي بس احنا نتكلم على اسباب صورة يوليو في التبكير بمواعدها نقول اول حاجة عندي الصورة حددت ست سنوات منذ بدء التنظيم على قيامها طبعا اول معاد للصورة كام ده اول معاد خمسة وخمسين المعاد التاني نوفمبر ركز معايا كده نوفمبر سنة كام بقى اتنين وخمسين ده تاني معاد المعاد التالت يوليو اتنين وعشرين يوليو شهر يوليو اتنين وعشرين ماشي او اتنين وعشرين يوليو اهي سنة اتنين وخمسين ده تالت معاد ثم المعاد الرابع تلاتة وعشرين يوليو اتنين وخمسين شايف موعد عديل الصورة اعرفت الموعد كويس جدا طبعا حددت الصورة منذ البداية ست سنوات على قيامها منذ بدء التنظيم هو التنظيم بتاع الزباط الاحرار ظهر امتى سنة تسعة واربعين بعد رجوع الجيش من فلسطين قالوا هنعمل الصورة بعد كم سنة بعد ست سنين يعني كام استوكتب مقالسه صراحة خمسة وخمسين هو قال هنا حددت تنظيم ست سنوات منذ بدايته على قيام الصورة بدايت تسعة واربعين وحطت ستة ازا خمسة وخمسين ليه يا استاذ حتى استطيع التنظيم نشر افكاره داخل كل وحدات الجيش طب الصورة هنقامت مبكرة عن معادها بكام بتقرأت سنين اهي انت قلت الصورة تقوم كام خمسة وخمسين رجوع لك لقى عن خلال نوفمبر كام اتنين وخمسين فيقول لك سؤال تاني فسر قامت الصورة مبكرة عن معادها بتالي السنوات نظرا لحريق القاهرة البلد واللعد مما قد الى تعجيل الصورة هنقل ده تعجيل اهو من خمسة وخمسين لاتنين وخمسين ده بنسميه تعجيل ايه تعجيل سنوي تعجيل ايه سنوي لنوفمبر اتنين وخمسين ثم حريق القاهرة وحلط الفوضى التي اعقبت الحريق وتولي اربع وزارات مستقلة غير منتمية لاحزاب رجوع تاني قالك لا الصورة هتبقى كام اتنين وعشرين يوليو ليه قالك قرار الملك بحل مجلس الادارة وعزل اللي هو محمد نجيب من رئاسة المجلس جميل علاو على تعيين الملك وزارة ما هو وزارة الهلالي نجيب الهلالي عين فيها اسماعيل بكشرين وزيرة للحربية للتنكيل بالزباط الاحرار فاجتمع عبد الناصر ثلاثة اجتماعات متتالية وقرر تعجيل الصورة كام بها نقوله اربعة شهور اربعة شهور من نوفمبر للتنين وعشرين ايه يوليو عجل الصورة اربعة شهور عن معنا نخلي بنا كده تعجيل عبد الناصر الصورة اربعة شهور عن موعدها الاصلي الاولانية تعجيل سنوي تلات سنين التانية تعجيل شهري من نوفمبر ليوليو اتنين وخمسين وزيلك للاطاحة بوزارة الهلالي الجديدة قبل اعداء اهليمين الدستورية حيث كان الغرض من تعين اسماعيل بكشرين وزيرة للحربية في وزارة الهلالي التنكيل بالزباط الاحرار سواء بالطرد او التشتد او الاعتقال او رفض من الخدمة طيب عبد الناصر قالك الصورة اتنين وعشرين عشان نعمل ده لما تعزر ذلك اليوم تم التأجيل اتأجلت لتاته وعشرين تبقى تعجلت سنوي اتأجلت سنوي اتأجلت شهري اتأجلت يومي اجلوها من اتنين وعشرين يوليا لكام لتاته وعشرين ايه يوليا لتعزر ذلك اليوم واندلع كام صورة الف تسعمية اتنين وخمسين ياريت نخلي باننا من الموعيد الله ما بلغت الله ما فاشهد خلي باننا من موعيد الصورة وخلي بلك منصيغة السؤال قام الصورة التات عشرين يوليو مبكرة عن معادها باربعة اشهر انت عندك يامت في شهر ايه يوليو ماشي هي كان مفروض تقوم في امتى في اربعة عشر نوفمبر كام اتنين وخمسين طب لما نجي نتكلم عندي على معان الصورة طبعا البان ده تزيع باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للجيش الى الامة المصرية لقد اكتازت مصر فترة عصيبة من تاريخها الاخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم ولقد تسبب المرتشون والمغرودون اللي لازمتنا في حرب فلسطين اما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتولى امر الجيش اما جاهل او فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها وعلى هذا فقد قمنا بتطهير انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش اللي جعل النسق في قدراتهم وفي خلقهم وفي وطنياتهم ولا بد ان مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيم ده بيان الصورة اللي قاله الزباط الاحراض الساعة 7 الصمح من دار الازاعة المصرية طبعا هم سيطروا على كل حاجة وتعملت خطة لاغلاق مداخل ومخارج القاهرة حصلوا طبعا انكبار القادة في منازلهم استحكموا استحكمات كبيرة جدا للوصول الى هدفهم وهو عدم تدخل اي شيء يعمل على افساد الصورة هنا فيه سؤال عندي مهم لما قولي ما نتائج ازاعت البيان الاول للصورة ايه النتيجة اللي حصلت لما ازاعت البيان الاول للصورة طبعا فيه عندي نتيجة بالنسبة للجيش بالنسبة للواء محمد نجيب بالنسبة للشعب بالنسبة للازعب ركت كده معي الجيش قالك سارعت كل وحدات الجيش بالانضمام للصورة تمام تولى الزباط الشبان المنتمون للصورة القيادة بعد ان نحو الكادة القبار القدامة خرج محمد نجيب على رأس وعلى ظهر سيارة مكشوفة ليجب شوارع القاهرة شعب التف حول اجيزة الراديو وخرج في حماس عارم يهتف للصورة الازعب المصرية كانت تكرر او تعيد بيان الثورة اكثر من مرة حتى يصل الى كل الناس تبقى كل واحد من دول كان فيه تأثير عليه بالنسبة المين للبيان اهم واحد عندي نخلي بالنا الجيش الجيش مهم جدا يقول لك ما العلاقة بينه نكتب السؤال برضو ونخلي بالنا منه كده ما العلاقة او ما الارتباط بينه بينه ايه ازاعة البيان الاول للصورة والجيش المصري خلي بالك بقاهو ايه العلاقة من ازاعة البيان الاول للصورة والجيش المصري هنقول صراعة كل واحدات الجيش بالانضمام للصورة تولى الزباط الشبان المنتمون للصورة المركز القيادية تنحية الزباط او القاد الكبار القدامى جميل ده بالنسبة لبيان للصورة لما نيجي نقول عندي خلاص الصورة قامت هنا هوا لما اجي اقول اجتماع مساء يوم اجتماع مساء يوم تلاتة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين اجتماع مساء تلاتة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين اه انت قلت عندي لما قامت الصورة قدم من اللي قدم بقى الهلال الاستقالة تمام الهلال الاستقال عقب تقديم الهلال الاستقالة كلف الملك علي باشا ماهب بتشكيل الوزارة بناء على طلب الزباط الاحراء تلاتة وقع الملك وصيقة التنازل عن العرش لولي العهد احمد فؤاد التن ستة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين مع غروب الشمس غروبة حق اخر حاكم من اسرة محمد علي الى الابد بعد مية سبعة واربعين سنة واحدة وعدة تانية كده معي ركز في الاجتماع ده اجتماع مساء يوم تلاتة وعشرين يوليو بعد الظهر اجتماع الزباط الاحرار برئاسة محمد نجيب وقرروا عزل الملك الملك يمشي وهنبعث وحدات الى الاسكندرية استعدادها لعزله في ذلك في تلك الفترة قدم الهلال الاستقالة الهلال قدم الاستقالة كلف الملك علي ماهر بالوزارة بناء على طلب الزباط يعني الزباط طلبوا من الملك انه يعين من علي ماهر السياسة المخاضرة طب وبعدها وقع علي ماهر وثيقة التنازل عن العرش من الملك فؤاد من الملك فروف اسكندرية لولي عهده احمد فؤاد التاني ومع غروب شمس يوم 26 يوليو غروب حكم اخر حاكم من اسرة محمد علي الهبد طب نخلي بالني كده مع بعض في السؤال ده تاني كده لم قول عندي هنا اقل وزارة حكمت مصر في المدة كانت وزارة نقاط خلي بالك من الكلام من الوزارات التي حكمت مصر اكثر فترة وزارة نقاط اكثر يعني اقل يا ولاد اقل فترة طول وزارة الهلالي الحاجات الصغيرة ده ما كنت اجي ما اعرفش بس ده حاجات مهمة جدا الهلالي حكم قد ايه 24 ساعة بقول لها نيسك 22 يوليو الصورة عام 23 راح معدم الايه الاستقالة طبقا من الوزارات التي تحكمت مصر فترة قصيرة او اكثر فترة وزارة الهلالي يعني وزارة الهلالي طيب تم اقول برضو قامت صورة يوليو قامت الصورة في عهد وزارة نقاط تقول برضو ايه الهلالي طيب بعد تقديم الهلال الاستقالة كلف الملك كلف الملك نقاط بتشكيل الوزارة بناء على طلب الزباط علي باشا ماهر خلي بالك من الاسامة دي طبقا اصر وزارة وزارة الهلالي الوزارة بعد ما استقالت اللي جاء ما كان اهمين علي باشا ايه ماهر نخلي بالنا من دي سؤال تاني لما قل لك مثلا قارن بين اجتماعين منهم الاجتماعين اجتماع 13 مايو 1805 طب جميل واجتماع مساء 23 يوليو 1952 موضحا الشبه ايه الشبه في الاجتماعين فيه شبه واضح خالص اه هنا اجتماع الشعب اجتماع الشعب وزعماء الطواف وقرروا عازل مين خرشد وتعيين مين محمد علي هنا نفس الكلام اجتماع الزباط الاحرار وقرروا عازل فاروق وبالفعل تنازل فاروق لابنه احمد فؤاد التاني فيه تشاوه كبير وده جهة سانوية عامة قبل كده نخلي بالنا من السؤال كده اجتماع 1305 واجتماع 23 يوليو 1952 تمام كده معي ايه اللي حصل اجتماعوا وعزلوا خرشد وعين محمد علي دول اجتماعوا وقرروا عازل الملك فاروق وتنازل ابنه طبعا من قول ساعتها قدم وصقة التنازل عن العرش علي باشا ماهر الى الملك فاروق كتب فيها نحن فاروق الاول ملك مصر والسودان نما كنا نبتغل خير دائما لامتنا ونتمنى ساعدتها واروقيها وتجنبها المصاعب التي وجهتها في الايام الاخيرة قررنا النزول على ارادة الشعب لولي عهدنا الامير احمد فؤاد التاني وصدر ذلك في قصر الراستين لصاحب المقام الرفيع علي باشا ماهر للعمل بمقتضى وبالفعل مع وروب شمس يوم 26 يوليو 1952 غربة حكم اخر حاكم من اسرة محمد علي الى الابن تمام طبعا انا يعني ما سبتش معاكم حاجة في بقى الفاصل الرابع نخلي بقى لنا من اللي جاي لما نجي نتكلم على مبادئ صورة 23 يوليو 52 مبادئ صورة 23 يوليو 52 انا عندي فيه ست مبادئ فيه ست ايه مبادئ ستة ازاي لما يقول عندي هنا فيه بنقول تلاتة قضاء وبنقول فيه تلاتة اقامة لازم تحفظهم بالترتيب ازاي يا استاذ لما يقول فيه تلاتة قضاء وفيه تلاتة اقامة اجل ست المبادئ عندي تم ايه هم التلاتة ايه القضاء القضاء على الاستعمار واعوانه القضاء على الاحتقار وسيطرة رأس المال القضاء على ظاهرة الاقطاع طب اقامة عدالة اجتماعية جميل اقامة جيش قوي حياة ديموقراطية تاني لما يقول مبادئ صورة يوليو عندي فيه تلاتة قضاء تلاتة اقامة القضاء على الاستعمار واعوانه القضاء على الاحتقار وسيطرة رأس المال القضاء على الاقطاع اقامة عدالة اجتماعية اقامة جيش قوي اقامة حق ديموقراطية تاني اللهم بلغت اللهم فاشهد كلام بسيط بتاع ولا ابتدائي بتياخده ولا بتاع ست تبتدائي بياخده خوك اللي هنا عندي عايزك تعرفه انك تحفظ بالترقيم حفظ بالترقيم يعني ايجا اقولك ايه اثبت نجحة صورة يوله في تاخل مبدأ الكام الخامس تقول اه الخامس لو انت مش حفظ الخامس في مكانه مزبوط كنت تقول مكانه الرابع او ازد اول او السادس تعمل مشكلة تقول اه لازم اجيب المبدأ بقى نجحة صورة يوله هنشوف الاسبتات مع بعض اهو نشوف مع بعض كده تاني يا جماعة مبادئ صورة يوليو حفظ بالترتيب تحفظ رقم النص واسمه رقم النص واحد القضاء الاستعمار اتنين لاحتقار تلاتة الاقطاع اربعة قامة عدالة خمسة جيز ستة ديمقراطية انت حرين لازم تحفظهم بالترتيب ترتيب الارقام طيب تمام لما نجي نقول مسلا على سبيل المثال انجازات الصورة انجازات صورة تلاتة وعشرين يوليو اتنين وخمسين على المستوى السياسي نشوف كده مع بعض انجازات صورة يوليو على المستوى الايه السياسي عامل تقال مستوى السياسي واحد الغاء دستور تلاتة وعشرين اتنين حل جميع الاحزاب السياسية ومصادرت اموالها الغاء الملكي تلاتة وخمسين وإعلان الجمهورية وتعيم محمد نجيم اتفاقية الجلاء اربعة وخمسين مع انجلترا تمشي في عشرين شهر تعميم قناة السويس شركة موساعمة مصرية كلام بسيط جدا نشوف تاني كده مع بعض على المستوى السياسي نشوف مع بعض كده نقطع عليه الغاء دستور تلاتة وعشرين حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها الغاء الملكية وإعلان الجمهورية تلاتة وخمسين وتعيم محمد نجيم اول رئيس للجمهورية اتفاقية الجلاوة التي تنص على رحيل انجلترا في عشرين شهر مما قد على رحيل انجلترا ترتاشر يونيو ستة وخمسين تعميم الشركة العالمية لقناة السويس وانتقال مالا من حقوق ومعالاية من التزامات الحكومة المصرية اسأل بقى نجيم كده مثلا ونقول هنا ايه سؤال في المبدأ الكام نجحت صورة يوليو تحقق المبدأ الاول الاول تقول اه نجحت فيه القضاء على الاستعمار طيب من خلال ايه بقى؟ تجاه من خلال الغاء من خلال عقد معاهدة الجلاوة وتعميم القناة اهو كلام سهل وبسيط خلاص ركز معايا انت عملت المبدأ الاول اه القضاء على ايه؟ على الاستعمار واعوانه ازاي؟ الجلاوة اتفاقية الجلاوة مع بريطانيا تنص على رحيل انجلترا في عشرين شهر المعادة ربعة وخمسين في اكتوبر تلتاشر يونيو رحيل اخر جند ستة وخمسين انجليزي مع تأميم الشركة العالمية القناة السويس الشركة المساهمة مصرية طب جميل نشوف كده رقم اتنين ده بالنسبة لمستوى السياسي لمنين نتكلم على مثلا المستوى الاقتصادي دي سهل في مجال الزراعة في مجال الصناع في مجال التجارة في مجال الزراعة بنقول استصلاح الاراضي في الوادي الجديد وإيه؟ والتحرير انشاء السد الايه؟ العالي يقل مصر وعدم سبعين من الجفاف والفيضان الصناعة اهتموا باستخراج البترول علاوة على الكهرباء من خزان اسوان اهتموا بانشاء المصانع المختلفة حديد وصلب في حلوانه حديد حلوانه طيب يا استاذ مصانع الاسمدة والكيمويات في اسوان هي اسمدة وصين اسوانه عاملوا على انشاء المصانع الحربية لتزويد الجيش المصري والجيش العربية بما تحتاج اليه من اسلاحها اهتموا بالصناعات القائمة وطوروها وادخلوا صناعات ايه؟ جديدة في التجارة تمصير كافة الشركات الاجنبية وشركات الاستيراد والتصدير وتولت العناصر المصرية الادارة في هذه الشركات مع فتح اسواق لمصر في الخارج تمام اسأل بقى هنا سؤال لما اقول هنا نجحت صورة يوليو نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الخامس الخامس هتقول ايه؟ اه تقول في الصناعية واستاذ اه قالوا ان شاء ما صنع ايه؟ حربية لتزويد الجيش المصري والجيش العربية بكل ما تحتاج اليه من اسلحة وزخيرة طيب ماشي نجحت صورة يوليو في حاجة تانية من دول لا مفيش عندي حاجة تانية من دول لا في ايه؟ المبدأ التاني اللي هو القضاء اللي احتقاره سيطرة راسي ما تقول اه الاجانبية هم اللي كانوا احتقارون التجارة في مصر وكل شيء لما اجعلوا في التجارة تمصير كافة الشركات الاجنبية وكانت للسرد والتصدير وشركات التأمين تمصيرها يعني يصدرها الاسم الحكومة الايه؟ المصرية تولت العناصر مين؟ العناصر المصرية الادارة في هذه الشركات باقي اللي بيدينها وموظف فيها المصريين طبعا انت كده قضيت على الاحتقار قضيت على الاستعمار عملتي لجيش ايه؟ قوي تبليل سفضل الاقطاع تقول قضينا على الاقطاع بكلمة بسيطة قانون اسمه قانون الاصلاح الايه؟ الزراعي وما شرحوش تب لما قول انت ايه؟ ما عملتيش عدلة اجتماعية نقول لا احنا عملنا عدلة اجتماعية عملت عدلة اجتماعية ازاي؟ نقول عملت عدلة اجتماعية من خلال يا استاذ اول حاجة عندي مجانية نشوف مع بعض كده التعليم في كل مراحله بما فيه التعليم الايه؟ الجامعي مجانية التعليم في كل مراحله بما فيه التعليم الجامعي ليس فقط ولكن بعد ذلك تحديد ساعات العمل بسبح ساعات يوميا تحديد ساعات العمل بسبح ساعات يوميا العمل على قوانين التأمينات والمعاشات والضمانات اشتراك الموظفين في إدارة الشركات منح المرأة حق الترشح والانتخاب طبقا أنت كده عملت لها عدلة ايه؟ اجتماعية طيب جميل طبقا حتى كده لما نتكلم عنها الصورة اللي يخليك والآن نتكلم عنها بالطرقة دي إذبت ناجحة الصورة في تحكم المبدأ قضاء الاستعمار ونتكلم عن تفاقات الجلال المبدأ التاني نقول آه القضاء الاحتقار ونتكلم عن التجارة المبدأ التالت آه القضاء الاقتعار وقاله اصلحة الزراعية طب نجحت الصورة في إيه؟ المبدأ الرابع آه أقامة عدلة اجتماعية ونقول التعليم وغيره طب نجحت الصورة في أن تلتفت إلى المرأة تقول آه مرحت المرأة حق الترشح في الانتخاب أو حق الترشح وحق الانتخاب نخلي بنا الله يخليكم حاجات بسيطة ومهمة الصورة طبعا كان لها برضو إنجازات لها على مستوى الخارجية ساعدت الشعوب العربية على الاستقلال ساعدنا طبعا السودان آه ساعدنا إيه صورة اليمن ساعدنا العراق ساعدنا إيه فلسطين آه ساعدنا بصورة كبيرة الجزائر والمغرب الايه العربي فيه انجلتها على المستوى الايه الخارجي الايه الدولي مساعدة الايه استعمار او القدار الاستعمار بكل صور واشكاله رفضت مصر الدخول في الاحلاف الغربية زي حلف بغداد اشتركت مصر في مؤتمر بندونجي باندونسيا لدول عدم للحياز طيب لما نيجي نقول برضو هنا عندي سؤال نخلي بنا من السؤال له اللي ده كويس قوي نخلي بنا ونقول بما تفسر تعرضت مصر لمؤامرات عديدة تعرضت مصر لمؤامرات ايه عديدة بعد ثورة اتنين وخمسين ليه مصر تعرضت لمؤامرات والموصول هنا طبعا ايه العدوان السلاس والعدوان الاسرائيل ليه مصر تعرضت للمؤامرات العديدة نظرا لنجاح الثورة بيشتجحها بس وانجازتها اتنين مساعدة العرب على الاستقلال زي مثلا الجزائر رفض حلف بغداد رفض التأييد الغربي لليهود يركز كده في الكلام تعرضت مصر لمؤامرات عديدة بعد ثورة يوليو السؤال ده مهم نظرا لنجاح الثورة وانجازاتها مساعدة العرب على الاستقلال رفض حلف بغداد او الاحلاف الغربية زي حلف بغداد رفض التأييد الغربي المين لليهود طيب نتكلم برضو معنا احنا هنا عندنا طبعا بنقول سبتمبر 1970 فقدت مصر طبعا بطلا قوميا وهو الرئيس عبد الناصر وجاء بعضه الرئيس السادات ومن جيل الثورة ايضا السادات رحمة الله عليه وحد الجابهة الداخلية واصدر الدستور الدائم وعمل على تقوية القوات المسلحة وصاحب قرار العبور بكده احنا نقدر نقول الفصل الرابع ايه خالص نبدأ معكم طبعا لو في اي اتصالات طبعا يا تلفونات انا مش يعني النهاردة فرصة اربع ساعات نقدر نقول فيهم كل اللي انتو عايزينه لو في حاجة عايزين تواجهه نظر ليها معينة في الشرح في حاجة انتو عايزينها مخصوص في اسئلة واقفة قدامكم انا مستنيكم اهو احنا لسه قدامنا ايه باقي الساعة دي وقدامنا حلقة كمان اه لما نجي نقول في الفصل الخامس خلي ما لك كده في المقدمة كده معايا لما نقول في الفصل الخامس وقعت مصر تحت الاستعمار البريطاني الف تسعو الف تبنمية اتنين وتمانين ثم بعد ذلك تبعتها السودان دي بس خلطة صغيرة كده كروكي بنوضح فيها الدنيا فيها ايه لما اقول ادي مصر ايه وعتحت الاحتلال البريطاني الف تبنمية اتنين وتمانين ثم تبعتها ادي السودان اربعة وتمانين وعندما قامت الحرب العالمية الاولى كانت كل البلاد العربية من الخليج العربي لا كده كده البلاد من الخليج العربي الى المحيط الاطلنطي في قبلة الاستعمار كل دول كده كانوا في قبلة الاستعمار تاني في النقطة دي كل البلاد العربية عندما قامت الحرب العالمية الاولى الف تسعمية واربعتاشر كانت في قبضة الاستعمار العبارة غلط ما عدا قلب الجزيرة العربية والعراق والشام لا تزال ولايات عثمانية تغضع للحكم العثماني مباشر السؤال ده مهم جدا جدا لما قلت كانت كل البلاد العربية من الخليج للمحيط في قبضة الاستعمار ده بقاوة الحرب تقول لي غلط ما عدا قلب الجزيرة والحجاز الشام والقراض ولايات تغضع للحكم العثماني المباشر ماشي اولاد بس سناعيا نشوف كده عشان انتم تعبتوا ولا حاجة فاصل ثم نعود من جديد فانتظرونا لسه قدمنا ايه حلقة كاملة انا معاكم ان شاء الله استنونا ازاي الطلبة وطالبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في استكمال مراجعة اليوم على مدى اربع ساعات متصلة قبل طبعا الفاصل احنا قلنا خلصنا من الفاصل الرابع طبعا ودخلنا على الفاصل الخامس اتكلمت معاكم في الفاصل الخامس على الخريطة اللي انت رسمتها قبل الايه الفاصل نشوفها مع بعض تاني نشوف مع بعض خريطة الوطن العاربي ايه بس البسيط احنا عملنا العالم القديم بس بايه ببساطة لما قول عندي شبه الجزيرة العربية وقدي شمال افريقيا بصر وقعت تحت الاحتقال الانجليز 82 السودان 84 طب لما قامت الحرب العالمية كل البلاد من الخليج الى المحيط اصبحت في قبضة الاستعمار بتقول لا غلط ما عدا قلب الجزيرة والحجاز والشام والعراق ولايات تتبع الحكم العثمان المباشرة طيب تماما لما نجي نتكلم برضو على هذه الاماكن نقول عندي اثر الحملة الفرنسية اثر الحملة الفرنسية في مصر على مستقبل جنوب الجزيرة الايه العربية رأس ما بس اكروك كده بنوضح منه الدنيا فيها ايه قد العراق قد البحر متوسط قد مصر اهي نركز معايا كده لموانا عندي الحملة الفرنسية زمان جات مصر من اللي هنا في الهند انجلترا خافت انجلترا عملت اتفاقية مع سلطان عمان 1798 قالت طرد الرعايل الولنديين والفرنسيين بقاء قوات انجليزية عدم اقامة وكالات تجارية طب تمام احتلال جزيرة بريم في مدخل البحر ايه الاحمر ثم بعد ذلك ترقها وذلك لمنع فرنسا الى ايه استخدام البحر وصوله للهند بعد ذلك عقد معادة مع سلطان عدن ولحي تغدب بمراقبة اتباعه وتغدب ويود قوات انجليزية في هذه المنطقة ناخد معنا الرحاب ونرجع تاني سلام عليكم الو الحمد لله لو سمحت عندي سؤال اتفضلي دلل التقاء المصالح الامريكية الصهيونية اثناء الحرب العالمية التانية دلل هنتكلم عن مؤتمر بيلتي مور مؤتمر بيلتي بور اه لو انه دلل انه فسر هنتكلم على مقدمة المؤتمر اسبابه كانت الصهيونية او امريكا شديدة انحياز الى الصهيونية لان الصهيونية قدمت خدمات لاسقاط المانيا النازية مع تدعيم اليهود لمصالح امريكا في السيطرة على الشرق اه نظر الاهمية الاي البترول حيث اكتشفت الشركات الاي الامريكية ان شرق الجزيرة يعنفق بحيرة من البترول ومن يسيطر على بترول الشرق وسيطر على العالم ده سبب اثبت تقولي ايه عقد مؤتمر بيلتي مور على يد الامريكان وحضور هارت رومان وتقولي نص المؤتمر ماشي طبعا عندي سؤال تاني معادي حضالي ما لا علاقة بين الاوضاع الداخلية في مصر وقيام ثوري 23 يوليو الاوضاع الداخلية في مصر عنده طبعا زي ما انتو شفت كده اه زاهرة الاقطاع اللي احنا شفناها دلوقتي وصوتها وزعم الكية الارض الرأس مليين بتزعرك مين الفلاحين لم يقول بقاء انجل طرف مصر نفسها ماشي بقاء انجل طرف مصر وعدم ايه تحرير البلاد ولم تقدم معادل 36 اي نوع من انواع ايه المصالح السياسية والاستقلال بالنسبة المين لمصر صفقة الاستحى الفاسدة اللي اتعاون فيها برضو عسكريا وهي داخليا حاشية الملك ضد مين اه الجيش سوء الاوضاع السياسية وانهيار الاوضاع حيث كانت البلاد ترزحت حضبطش الاحتلال ودلتاترية الملك يعني هاتجيب السائب الثالث والاول والخمس ماشي طبعا دي اللي هي ضوء العبارة وبعد كده جيب لسؤال ايه اه كيف تم اقول كطعه متفضل Premier السؤال كيف تم وضع حد للعداء المورس بين الاسرتين الهامشية والسعودية مش الهامشية اسمي الهاشمية الهاشمية اه طول عقد معهد 36 عقد معهد كم 36 من بين العراق والسعودية والتي وضعت حدا للعداء الموروز بين الأسرة الهاشمية والأسرة السعودية وتبادل بعثات ثقافية وعسكرية بين البلدين ثم دخول اليمن معهم 1937 وظل الباب مفتوحا ماذا معلاش عندي الثلاثين اتفضلي ده مقترحتك لدعم القومية في مواجهة التحديات جميل وصول مقترحتك تقريبا دهت لغا من الامتحان بس الاقتراع بتقدمي انت اقتراع عندي بسيط جدا يرحام تقولي مواجهة العربية او مواجهة القومية العلماء او التحديات من خلال تقوية الروابط بين الدول العربية العمل على اقامة سوق عربية في المنطقة العمل على التكافل الاقتصادي العمل على وجود بناء عسكري يربط بين الدول العربية العمل على التصدي للاخطار الاوروبية او الغربية التي تهدد المنطقة العربية نيش معلاش المرضى عندي سؤال اتفضلي ما العلاقة بين لجنة بيلا 1937 والمائدة المستنيرة نقول لجنة بيلا اظهرت تحييزا لجانب اليهود في اصدار قرار تأسيم فلسطين دولة عربية اخرى ايه يهودية اليهود وفق العرب رفضوا ولا ايه بلو ايه رحاب رفضوا كانوا ضد اقتطاع اي بقعة من ارض فلسطين وقالوا يا عدوان لمسين له على حق الشعب الفلسطين الذي يعيش في ارضه من الاف السنين خاصة ان ما خصصا لليهود احسن من ايه ما في فلسطين وتساءل العرب ايه تحول المالك العربي الى لاجئ واليهودي الايه اللاجئ الى مالك النتيجة حصل صورة ثم دعوة انجلترا العرب المائدة المستديرة نظر الاقتراب الحرب العالمية الكام التانية طب معانيس يا مستر انا مش عارفة اذكر الفصل السادس اه سادس اجسمه ازاي والذكره ازاي السادس السادس اه ده السادس صغر ده ورقتين ما انا مش عارفة اجسمه ازاي يعني واذكر ازاي تمانا دهار ده هبدأ فيه برضو معي هو يا ارحاب خلص ماشي هابدأ فيه سين وجيم كده وخليك معنا مسك كتاب بتاعك وعود جدا جنبي وشوف الدنيا فيها تلاقي الدنيا كويس اوي 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 خلص ماشي ده اسهل فصل يا بنتي ما تلاقيش يعني ماشي مع السلام طيب اتكلمني هنا عن ايه الحملة الفرنسية واثرها على جنوب الجزيرة نحطها بقى مسلا في سلة كده لما قول ما العلاقة بينه تساوي ما الارتباط بينه ما العلاقة بينه وما الارتباط بينه ايه العلاقة بين ايه واحد الحملة الفرنسية ومستقبل جنوب الجزيرة العربية اتنين الحملة الفرنسية وزيرة بريم الحملة الفرنسية وعدن ولحك نخلي بقىنا من الكلام ده نحط برضو سؤال هنا بيعمل لابس شوية لما قولك ايه اكتب السؤال ده معايا كويس او ايه قارن بينه ركز كده معايا قارن بينه بينه ايه صورة اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين صورة اكتوبر معهدد اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين ركز كده في الكلام بيوصفوا عاملين زي صورة اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين معاهدد اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين شكلهم زي بعض بيلغبطوا لا مش بيلغبطوا بيحدش بيعرفهم اصلا اما بيعملوا مشكلة كبيرة صورة اكتوبر دي ليه ايه صورة القاهرة الاولى بس صورة القاهرة الاولى طيب ومعادة اكتوبر انجلترا مع سلطان عمان بس نخلي بنا من السؤال ده كوي ساوي الله يخليكم نخلي بنا من السؤال بعنا عميرة من أسولا و السلام عليكم عليكم سلام ازاك يا عميرة ازاك يا عميرة عاملة ايه الحمد لله توجد اتفضلي يا عميرة ما نتائج سياسة الاستعمار للأوروبا في المهلاد العربي في مبايا الحربية ما نتائج سياسة الاستعمار أوروبا في الوطن العربي تفتيت العواطن العربي مدياً إلى أجزاء منفاصلة التباعد بين البلاد العربية إضعار في الحركة القومية تمام باباية أنت فاكرة يا مينا أنت عندك كم سياسة في الوطن العربي سياسة الاستعمار السبع السياسات صح؟ مش عندك سبع السياسات؟ السبع السياسات في آخر السياسة السبع مكتوب إيه؟ ونتج عن سياسة الاستعمار في الوطن العربي مديين الى اجزاء منفصلة. صح? اه. اتنين. ها. التباعد بين الشعوب العربية واضعاف القوامية ولكن الاحين. خلاص? ماشي حاجة تانية? اه ايض صحة العبارة صحة اوقفة العبارة. اتفضل. وقفة الدول العربية ضد السورة العربية للحفاظ على النیزان الدولي. وقفت الدول الاوروبية. اه. ضد السورة. العبارة صح. وقفت الدول الاوروبية ضد الصورة العربية اه هتكلم عن نقطة ستة وذلك لمعادات الدول الاوروبية لأي صورة قومية تعمل على القضاء على الملكيات المستبد هم نفسهم العالم يفضل زي ما هو كده الكبير كبير والصغير ايه صغير فلما عامت الصورة العربية مفيش حد من دول العالم كله ويف معاها كله هو ضد الصورة العربية ليس عداء شخصيا لمصر او العرابي ولكن هم ضد اي صورة قومية تعمل على تغيير القوى والقضاء الملاكيات المستبدة. تفضلي. حاجة تانية. شكرا يا بنتي. مع الف السلامة. طيب. نيجي نتكلم بعد كده عندي السؤال اللي قلته ده مهم جدا على فكرة ونخلي بنا من شكله كده. صورة اكتوبر الف سبعمية تسعة وتمانين تمانية وتسعين. مقاعدة اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين. خلي بنا تاني نشوفه مع بعض كده. صورة اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين. معاعدة اكتوبر الف سبعمية تمانية وتسعين. شكل واحد. بس ايه? طبعا دي حاجة ودي حاجة ايه? تانية خالص مختلفة عنها. دول سؤال تاني كده. ما العلاقة بين محمد علي ومستقبل اليمن? او محمد علي ومستقبل عدن? تقول اه. محمد علي ظهر في الجزيرة ظهر في ايه اليمن? الف تمنمية سبعة وتلاتين باسم السلطان العصمان. على مقربة من وجود انجلترا في لحج وعدن. قامت انجلترا باحتلال فعلي لعدن سنة تسعة وكام وتلاتين. بسبب محمد ايه? علي. وعملت اتفاقية مع سلطان مين? اه لحج تقدم ومراقبة اتباع وتأمين الطرق وعدم القيام بنشار ضد انجلترا. نخلي بنا من السؤال ده برضو كده. طيب. نقول برضو سؤال تاني. ما العلاقة? او ما الارتباط? او ما النتائج المترتبة على? ظهور محمد علي في رأس الخليج العربي الف تمنمية وتمنتاشر. خلي بك اعمل السؤال. سيختنا هو. لم قولك ما النتيجة او ما الارتباط? هنا النتيجة ظهور محمد علي في رأس الخليج الايه? العربي. دي النتيجة. الارتباط ظهور محمد علي في رأس الخليج العربي ومستقبل الخليج. تمام. طيب نقول ايه الارتباط من ظهور محمد علي في رأس الخليج ومستبقى الخليج? تقول انجلترا تشككت في وجود محمد علي في الخليج العربي حيث اصبح محمد علي يشكل خطر على مصالح انجلترا. فاصلعت انجلترا الف تمنمية وعشرين بفرض اتفاقيات والصلح العام على شوخ الخليج والتي نصت على تحريم القرصانة ووقف تجارة الرقيق تجددت المؤهد بماد انجلترا اصبح لها حق التحق احتلت عمان واحد عشرين احتلت اليمن الكويت تسعة وتسعين طيب تمام اه لما نجي نقول دلوقتي عندي اه السؤال اللي بعديها ظهور محمد اي فرص الخليج النتيجة نفس الايه الكلام في تلفون سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم الله بركاته الله يخليك اه كان عندي كم سؤال كده اتفضل اعمام اه تم طعمك يزدواجية الفكر والثقافة في مصف ساعات في عهده عباس والسنة كتب عباس وسعيد اه اه كنت حضرتك والساس اللي بسله برضو مع حضرتك ده اه جلت لازم يجي عباس مع سعيد واجه في البوكلة الوزارة التجريب عباس اخترع عباس خلاص ماذا مجان بوكلة الوزارة عباس اخترع عباس خلاص ماشي ما الاعلاقة بين مقاومة الانجليز للحملة والاوضاع للتجارة في مصر ده اتكلم عن ناحية التجارية ولا انه حلو السؤال ده الاعلاقة بين مقاومة انجلترا وايه اه للحملة والاوضاع الاقتصادية هتتكلم عن ايه التجارة مرافو عليك حصار انجلترا للشواطئ مصر ادى لاتجاه تجارة مصر للجنوب وتتكلم عن التجارة كلها في ظل الحاملة الفرنسية السؤال الاخير اتفضل اه كانت الزواجيات الفكرة والثقافة احدى مشكلات مصر منذ الحاملة الفرنسية منذ منذ الحاملة الفرنسية او عصر محمد علي او اسماعيل او سعيد لا هنقولنا بقى الكتاب السنانية كانت بقى كده تعود جزور الازواجية الثقافية الى الحاملة الحزر مش فهمة احدى مشكلات مصر فهمني بس وكده كده عندك ايه تعود الازواجية او تعد الازواجية الثقافية التي تعود الى ايام الحاملة الايه الفرنسية اه تعود جزورها الى ايام الحاملة الفرنسية احد مشكلات التفكير والثقافة في مصر حتى الان ده ده الجزور انما ازواجية الفكر والثقافة فعد الازواجية فعد محمد علي الجزور في عهد الحملة الفرنسيةenzie التعمق في عهد عباس مش هي بداية فعاد محمد علي بص معاي امام بص معاي بص معاي كده على التلفزيون جزور جزور الازدواجية بتعود الى الحملة الفرنسية ماشي? ماشي. الجزور دي فوق الارض ولا تحت الارض? بجزور دي احت الارض. طب侯 الجزور محدش شاف اي هام الحملة الفرنسية. ظهور الازدواجية في عهد محمد ايه? عالي. نبتت بقى طلعت فوق الارض فعادة محمد علي. تعمق الازواجية في عصر عباس وسعيد. ها? فهمت? فهمت. اه ايه تاني? طب هو احدى مشكلات مصر دي. يعني هو المشكلات مش فهم يعني احدى مشكلات? اه لا احدى مشكلات مصر. اه. طب هي المشكلات اللي تلتبت عن الزواجات الفكرة والثقافة. بص عندي انت كنت عندك المجتمع بيحمل ثقافة العكس بعض. انت تعليم سنة ولا تعليم خاص? لا تعليم سنة. عام يعني حكوم ولا خاص? اه عام حكوم. حل. هل اللي في المدرسة الاي جي. المدرسة الخاصة الاي جي. اللغات زيك ولا مختلف? اكيد مختلف. هل ثقافت نفس ثقافتك? لا. طب هل اللي في التعليم الفني ثقافته زي ثقافتك? برضو زي اختلف. حل اللي في التعليم الديني الازهر. ثقافته زي ثقافتك? لا اختلاف. طبعا انا فيه زدواج في الثقافة ولا ما فيه زدواج? فيه. فيهمت كده? اقول لك تاني? لا هو المشكلات دي. انت فهمت كده الوقت انت ما دي مشكلات ان المجتمع هنا مجتمع ثقافيا غير مترابط. انت معي يا ابني? بص معي. بص معي جده. بص معي. انت كان عندك الاول اللي تعليم وبص على الشاشة معي. طلاب الازهر فاكرهم? ايه. محمد علي خد طلاب الازهر ودخلهم ايه? المدارس السنوي. المدارس الايه? ايه. ايه بالطب العرم المخلوق. ماشي. الازهر التعليم في ايه? ديني ولا مدني? ديني. طب والمدارس السنوي التعليم في ايه? مدني. طبعا اصبحت المدارس العامة? يعني سنوي عام ايه? ومدنية الطبع يعني التعليم في ايه مدني. يختلف عن التعليم الديني ولا زي التعليم الديني التعليم المدني? اختلف. يختلف عن التعليم الديني ايهو? مما ادى لحدوث الجواجية في الفكر والثقافة. افهم لك اكتر يا امام. مش الطلب بتاع الازهر هو نفس الطلب اللي دخل السنوي? اهو هو. الطلب في الازهر درت مسلا الفلسفة كفره الحاد. يعني الفلسفة حرام ولا حلال? هيا امام حناس لا درس في الاثر انها حرام الاول مثلا انا بقولك مثلا جا في السنة وراح درس ايه في السافة تبقى شايل فكر واحد ولا فكرين فكرين زي بعض ولا عكس بعض عكس بعض ده بنسميه دواج ثقافي خلاص يا حبيبي خلاص ماشا ماشا حاجة تانية عندك العاف حبيبي مع الف سلام طيب تمام نبدأ نتكلم بقى طبعا عندي مين عندي هنا فيه سؤال بس صغير لما اقول ايد صحد او خطأ العبارة تاريخيا اصبح لانجلترا حق التحكم بين العشائر طبقا لاتفاقية 1820 نركز في السؤال ده كده نركز في السؤال ده كويس اصبح الانجلترا حق التحكم بين العشائر العربية في الخليج تبقى لاتفاقية 20 العبارة ايه طيب انا اسيب السؤال ده شوية كده معايا لحد ما اي حد تصل بينه ونعرضه تاني برضه كده اي صحة او خطأ العبارة تاريخيا اصبح لانجلترا حق التحكم بين العشائر تبقى لاتفاقية 1820 هاركن السؤال شوية معانا واللي عنده رغبة يجوا باتصل ايه بنا طيب نبدأ نتكلم عندي على التوسع الاستعماري في البلاد العربية في الجناح اه الافريقي انتكلمت عندي من شوية وقلت الخليج الايه العربي تمام ايه دي البحر متوسط اهو نركز كده مع بعض نعمل تأساب انا باعمل رسمك لك بس عشان اوضح انا شغال فين ايه ايه ادي عندي مصر اهي وقادي ليبي اهي ادي تونس الجزائر الكبيرة ادي المغرب هنا خلاص تكلمنا موضوع الخليج الايه العربي هنا كده مقر السلطان الايه العثماني ادي هنا كده فرنسا وقادي هنا انجلترا طيب انت تتكلم عن ايه بالزبط هنتكلم على استعمار فرنسا للجزائر فرنسا تاخد ايه الجزائر طيب ايه الاسالة نحطها هنا لما هو عندي في الاول خالص اختلاف العلاقة في عندي اختلاف في العلاقة ولكن اثبت اختلاف العلاقة بين فرنسا والجزائر في النص الاول من القرن 19 العلاقة من فرنسا والجزائر علاقة متضربة ازاي في الاول خالص فرنسا كان بتستورد الامح من الجزائر والجزائر بتصدر الامح الفرنسا على سبيل الاقتراض اثناء حصار انجلترا لشواطئ فرنسا اثناء حروب الصورة الفرنسية اذا هنا في علاقة بنسميها علاقة ودية طيب فرنسا ما دفعتش بعد كده بدأت الجزائر تطلب من فرنسا بتامن الامح طبعا فرنسا زعلت ازاي تطلب من بتامن الامح كم بقى الفلوس الامح 24 مليون فرنق فرنسا قررت عقد لجنة مالية في باريس احنا مش هنسكت عالكلام ده ندي فرنسا فلوسها ندي الجزائر فلوسها وخفضت يوم من 24 الى 7 مليون فرنق حياته قالك التنزيل سوفيه واخذ وقتا ايه طويلا يعني العلاقة اللي فيها لغبطة ايه احنا ديناكم الامح وما طلبناش بالفلوس اللي بعدما خلصتوا حارب ما تجيبوا فلوس ده قالك لا ما فيش فلوس احنا هنعمل لجنة نسة وهنخفض تبك كام اربعة خلوهم كام سبعة هاتوا السبعة بقى مش عايزينوا وجهة دمائك قالك لا التنزيل سوفيه اخذ وقتا طويلا تبقى الحال استغلت فرنسا اعمال القرصانة بين السفن البابا في روما والسفن الجزائرية فيه اطار اعمال القرصانة المتبادلة بين اشواطة البحر المتوسط وقامت فرنسا بتوجيه الاسطول وحاصر الجزائر وقدمت مين بقى فرنسا انزار للجزائر 1827 توقف عن القرصانة اعادة سفن البابا وتعويضه اه التنازل عن الديون لاعتراف لفرنسا بحق الرعاية الاول في الجزائر طبعا الجزائر ايه رفضت الانزار بدأت فرنسا في اعلان الحرب على الجزائر من اخر 27 لأول 30 على مدى سنتين انتهت بانتصار فرنسا احتلال فرنسا الجزائر ولم تتدخل الدولة الايه العثمانية ارجوكم نخلي بالنا قوي من الحتة دي اني حتة بالضبط اللي هو الانزار الفرنسي للجزائر نخلي بالنا نخلي بالنا ونقول ما نتائج الانزار الفرنسي للجزائر 1827 السؤال ده مهم ما نتائج الانزار الفرنسي للجزائر السبع وشي اهو نتيجة الانزار يا مستاذي سألها من شوية ايه الانزار حصار سفن الايه الفرنسا للجزائر وفرضه على انزار بوقف الكرسلة ووقف تجارة الرقيق والتنازل عن الديون واعادة ما اخذ من سفن البابا نخلي بالنا من الانزار نخلي بالنا من الانزار كويس قوي اه هنبص تاني برضو كده ونشوف هنبص تاني جده ونشوف اه الانزار مهم جدا ونخلي بالنا منه سلام عليكم الو السلام ورحمة الله بركاته ايوة ازايك يا ساحة الله خليك وانت بصع السلامة اه معلش يا ساحة معاني سؤال صدق مين اللي قعد المراقبة الصينية وزارة توفيق اه ملو رياض لي صغف الله عزيزي وكل الزنبو اتو والأرب انت بحافظة ايه الاليوبية انت مش معاك كتاب اه كتاب مدرسة اه فين الكتاب فين الكتاب اه اجيبه بسرعة بس افتع الكتاب اه يلا بسرعة هم بجيبه اه قعد الفصل التالت كده بسرعة الفصل التالت هم الفصل التالت تقريبا صفحة التالت واربعين حاجة زي كده هم صفحة كاملة تقريبا تلاتة واربعين هات اول الفصل التالت كده ماشي التلات اوله كامل اوله اه يلا اوله صفحة تالتين واربعين تقريبا تلاتة واربعين كده ماشي لا تلاتة واربعين ماشي تلاتة واربعين ها ماشي 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 هاتلي ايه بعد فرامان تسعة وسبعين فرامان تسعة وسبعين مقدمات الثورة العربية التقاه ميولة وفق الاستبدادية مع قنصل انجلترا فرنسا حول عز وزارة شريف اه جبتها ها يلا ايه ارى كده سمعني انت فين اللي هقولك ثانية واحدة عند الحركة الوطنية والثورة العربية جميل لا في اول الفاصل اه ايه ارى اللي بعدها كده ماشي العامل اللي قدت لقيام الثورة اه اه زيادة التدخل الاجنبي والخدوعة الخداوي انت كده كده قدام لا ارجع تاني ارجع تاني حاضر يا ابن فتاني صفحة توفيق وزيادة الازمة اسمه الله عليك ايه توفيق وزيادة العزمة الملاوية السياسية يا جبتها اه بعدها الفرامان صح اه ايه السيب سطرن وقرى يلا عد الفرامان وقرى ماشي اه اه تأليف لجنة دولية مارس اعديها 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 ماشي اه هاد فرامان تسعة وسبعين يا عشام كم يا عارس ايه بعد عن التلفوزيون دا ولا تي اه هو ماشي مشارة اوض بك اقسي له في نوفمبر تسعة و سبعين لا لد انت ضايع خالص يا ابن بقولك هاد فرامان تسعة و سبعين فرامان تسعة و سبعين يلي خلي خشي قدام كده ده تغتالي صفحة ماشي تاني يا احنا مش لها وستين يا ابن اد فرامان تسعة و سبعين فرامان اغسطو سبعين غسطس تاني يا ابن صفحة ماشي قول لي اي عنوان عندك كده في الكتاب العنوان اللي ابيع على طول اللي هو الحركة الوطنية لا يا شام انت عندك فيه صور التدخل اجنابي يا شام فيه صور التدخل مكتوبة بخط واضح بحسط كيت ميسو فيه شفتها دي اه عديها دي شفتها اه شفتها اللي او خلاص اه ليه بتاعت اه الازمة ماشي طب جميل عديها بعدها فرامان تسعة و سبعين حتى و ازياد الازمة توفيق و ازياد الازمة توفيق و ازياد الازمة الملاي والسياسية جبت العنوان ده اه ماشي ماشي جبته اه اقرى تحتيه كده حبيبي عندما تولى توفيق الحكم بعد عزله عد سطرين وقرى ماشي عد سطرين اه واجب ابلاغ عد سطرين تاني وقرى كمان ماشي اه غير ان انجلترا و فرنسا طلبت بعدم جميل جميل سيب سيب ثلاث سطر وقرى ماشي يتمسك اه يتمسك بالدستور الحين يا بي ها قبضتين بميول توفيق والاستداد والمعادة والمعادات للدستور ها ومبادر بالتخلص من وزارة شريف اسم الله عليك تمام اه مين بقى السنب عليه اتخلص من وزارة مين شريف ده مين بقى ده هنا الخديوة توفيق ماشي كمل بقى كده ماشي وقلف وزارة برئاساته حلوة وركز بقى معاك استنى علي معاك قلم في ايدك معاك قلم يا شام ايه معاك قلم معاي قلم قالو خد خط بقى تحت ايه التخلص من وزارة شريف ماشي وقلف وزارة برقاسته قلف وزارة برقاسته عايدة على مين يا شام هنا عايدة على الخديوة توفيق والخديوة توفيق عايدة على الخديوة ومين اللي شال شريف يا يا شام الخديوة توفيق وقلف توفيق وزارة برقاسته تبقى توفيق شغال كم شغلة يا شام اتنين رئيس الدولة هنا خديوي ورئيس الوزراء ماشي كمل بقى كده ستمبر تسعة وسبعين مراقبة أن هذا كان يتناقض مع نظام تشكيل مجلس الوزارة الذي يجدي بأن يتولى أحد الوزراء في المجلس جميل تمام وكان التوفيق قد ألف الوزارة بصفة مؤقتة لحين وصول رياض باشا في أوروبا وكان رياض من أنصار الحكم المطلق ومعينة للمزام الدستوري واخضى للمفوظ الأوروبي فكان إذا خير أداة للدولة دولahon دائنا دائماش اه أسناء تولي توفيق رئاسة الوزارة ركز بقى كده أسناء لا استهلا بقى تاني أسناء ايه تولي تولي مين توفيق توفيق مسك ايه الوزارة رئاسة الوزارة يعني توفيق كان رئيس وزارة كمل بقى كده أعدى الرقابة الصينيية بـاس بتوقع مانا رجل المرأة بالصينية يا شيعن توفيق وزارة توفيق وزارة توفيق ماشي اه خدها بقى كده وحطها في في وش الاستاذ. ليش? انت فهمت لي? المزاكرة بتاعته بتقول وزارة رياضة. بتقول ايه? احنا بلدقى المزاكرة بحلق لنا عمد الكلاب في المدرسة هو الكتاب قال لك دلوقتي ايه? تم اسنع تولي توفير رئاسة الايه? ليش? الوزارة. هعادل عمل بالمرأة الايه? الصنعية. الصنعية. انما عندك رياض لما جاء بعد كده هشام اعتمد الاجراء. رياض اه وافع الاجراء. انما اللي رجع المرأبة وزارة مين? ايه وزارة توفيق. الله يفتع عليك. اي اسئلة تانية يا شام? اه. بتجيب ده ده ربك ليس في حالي محافظات. في حاجة هاتيجي? الاليوبية? لا احنا الوقت في الصهاج رايحين صهاج الصبح. اه? اه? هاتيجي. ربنا يا سالم مش عارف بقى اكتمال فيلت الامتحنى من حاجة الاليوبية يا شام ان شاء الله ربنا يصر ان شاء الله. ماشي. ماشي عمي. لو في حاجة في قريبة الاليوبية انا هقول هنا على التلفزيون على طول. ماشي. مع السلامة. اسألك حلوة على فكرة والسؤال ده خدته خمسين مرة من الايال. خمسين مرة العالب يسأله السؤال ده ويجاوه غلط يا شام. قلو بقى زمالك ونشره عندك الفيس ولا حاجة. طيب. اه كده يعتبر ايه بنقول الانزار الايه الفرنسي انزار مهم جدا ونخلي بنا منه. طيب فرنسا احتلت الجزائر. اللي بنيجي نقول عندي سؤال هنا يقول لك اثبت اصبحت الجزائر موردا هاما للحكومة الفرنسية. تاني كده اصبحت الجزائر موردا هاما للحكومة الفرنسية بتتكلم اه عملوا على مصادرة الاراضي ومنح الديال للفرنسيين. جميل. اتنين الاستيلاء على الارض لزراعة القروم لانتاج الخمول. استغلال المناجم. اقاموا المصانع ومدوا اخطوط السكة الحديدية. طيب ده سؤال بسيط ونخلي بنا سهلي جدا اهو. لما نجي نقول وضح السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر. ايه السياسة الاستيطانية? فرنسا بتحاول تستوطن في الجزائر وما تخرجش منها ابدا. فنقول ايه? شجعت هجرت. ليس الفرنسيين بس لا والاوروبيين واليهود. منحة المهاجرين المستوطنين الجنسية الفرنسية. ادتهم الارض لانهم يتمطعوا بالمواطنة الفرنسية الكاملة. العمل على القضاء على الشخصية العربية الاسلامية. السؤال ده مهم قوي. السؤال ده مهم. تاني كده. وضح السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر. شجعت ثجرة ليس الفرنسيين ولا الاوروبيين واليهود. منحتهم الجنسية الفرنسية. تشجيعا على المقاء والاستثمار. صدرة الاراضي الصالح المستوطنين الجدد الذين يتمتعن بالجنسية الفرنسية الكاملة. القضاء على الشخصية العربية الاسلامية او سياسة المسخة. ده بالنسبة لمن? للسياسة الاستيطان. طيب لما نجي نتكلم برضو لما اقول وضح الكفاح. وضح كفاح. آه الجزائر. في النصف الاول من القرن التسعة عشر. الف وتبنمية وتلاتين. لحد الف وتبنمية وخمسين. بنقول بعد عدة السنوات اتخذ الامير عبدالقادر الجزائري من مدينة بسكرة مقرر لحكمه. اتفاقية ديميشيل مع فرنسا. اتفاقية التفنى ونقضوها سبعة وتلاتين. ماشي باحتلال كوسانتينة. تبقى في فشلوا. عقد التفنى. ده قضوها باحتلال كوسانتينة سبعة وتلاتين. لما نجي نقول السر في طول مقاومة الامير عبدالقادر الجزائري. ايه اللي بيخلي الامير عبدالقادر الجزائري بيقوم بالطرق الكبيرة دي. بص معايا كده. ادي المغرب ادي الجزائر ايه. هنا دي الجزائر. بيساعد المغرب بتساعد الجزائر. طيب ايه اللي بيحصل عبدالقادر على الغرب والوسط. يضرب ويستخبى في الجزائر يستخدم الارض المغربية في الايه في الكفاح وها كزا. ياخد دعم من الجزائر اكل وشور بيستحوها كزا. فرنسا تعمل ايه? قالك السر في طول مقاومة عبدالقادر دعم المغرب. فجاء الاسطول الفرنسي وقصف ميناء تانجا. دربت فرنسا ميناء ايه? تانجا. الامر اللي قد الى حرمان الامير من الدعم المغربي. ووقف استخدام الاراضي مع زيادة قوة الايه? السلاحة الفرنسي. قد الى استسلام الامير الف تبنمية سبعة واربعين ونفي وإلى فين? الى الشام. نخلي بنا من السؤال داوي. نخلي بنا لما اقول اي صحة او خطر عبارة كان استمرار دعم سلطان المغرب. عاملا اساسيا في صمود الامير تقول لي غلط. لان بعد قصف ميناء تانجا تم اغلاق الحدود في وجه الامير وعدم استخدام الارض المغربية ووقف الدعم المغربي مع طفوق السلاح الفرنسي. قد الى استسلام ونفيه الى الشام الف تبنمية سبعة واربعين. وما لابس ان قامت عدة صورات نجحت فرنسا في ايقافها. طيب لما نجي نتكلم نقول وضح الكفاح في النص التاني او بداية القرن العشرين. واحد الامير خالد ابن عبدالقادر. اتنين جماعة العلماء. تلاتة جماعة الاندماج. اربعة نجمة شمال افريقيا. طول حاول خالد ابن عبدالقادر الاستفادة. خالد حاول يستفيد من مين? من مبادئ ويلسون. مبادئ ويلسون الاربعتاشر. حق الشعوب في تقرير ايه المصير ولكن هو فشل مثل مصر. جماعة العلماء الحفاظ على الشخصية والهوية العربية الاسلامية من سياسة المسخ. جماعة الاندماج دعت الى الاندماج مع فرنسا بزعامة عباس فرحات. وهذا ما كان يرجوه الفرنسيين ولكن اشترطت فرنسا على ان لا يتساوف الحقوق ولا الواجبات. يعني مواطنين من الدرجة التانية في الوطن الامة فرنسا والجزائر. نجمع الشمال افريقيا بزعامة مصالي الحاج وهو طيار تحروري يدعو الى الاستقلال. فيه سؤال جميل جدا بيجي هنا من اول رقم اتنين. ما نتاج السياسة الاستيطانية الثقافية التي مارستها فرنسا في الجزائر. اكتب السؤال كويس قوي. ما نتائج السياسة ما نتائج السياسة الاستيطانية الثقافية التي مارستها فرنسا في الجزائر. ايه نتيجة السياسة الاستيطانية اللي مارستها فرنسا في الجزائر? هنقود ظهور جماعة العلماء. جماعة الاندماج. نجمع الشمال ايه? افريقيا. ونخلي بنا من الحاجات دي عشان برسيطها مهمة. طيب. هنقول برضو السؤال من الاسئلة المهمة جدا عندي. اه لما نيجي نتكلم. وضح دور مصر في استقلال الجزائر. وضع دور مصر في استقلال مين? الجزائر. مصر عملتها عشان تستقل الجزائر. تم اعلان الصورة الجزائرية المسلحة من القاهرة اربعة وخمسين وظلت تمان سنوات. منادات مصر في كل المؤتمرات الدولية بحق الجزائر في الاستقلال. تدعم مصر الصورة بالمال والسلاح والاعلام. اشتراك حكومة جيم وليه في عدوان ستة وخمسين على مصر. مصر خد القرار سنة الف تسعمائة وستين باستقلال الجزائر. اذا هنا في سؤال جميل. ايه السؤال? لما قولك هنا قارن. قارن. بين دور مصر ودور المغرب في مساندة استقلال الجزائر موضحا الشبه والاختلاف. سؤال كواس او يوم. قارن بين دور مصر ودور المغرب في مساندة استقلال الجزائر موضحا للشبه والايه? والاختلاف. بيتحل الزي ده. بسيطة خالص اهيه. تجي عامل جدول كده. وجه المقارنة. ادي مصر. ادي المغرب. ادي الشبه. ادي الاختلاف. لازم تتعمل بالطرقة دي. طب انا هكتبوها على بعض بقضالات. مصر ساعدته ده ساعد. قولي المساعدة قولي المساعدة. انت اتضربت في ستة وخمسين وفضلت تساعد. هم اتضربوا في طنجة وحرموا الامير من ايه من المساعدة وانهيار المقاومة. طيب تمام. بعد كده نتكلم ما العلاقة سؤال حلو قوي. بين شارل ديجول واستقلال الجزائر. شارل ديجول قالك ايه? وضع الجزائر على ايه? واجهة من التلاتة. الاندماج مع فرنسا او الاستقلال مع التبعية او الاستقلال التام. طبعا اختار الاستقلال التام مما قد الى صورة المستوطنين الفرنسيين وعملوا حاجة اسمها منظمة الجيش السري. تحفظها لي صام. منظمة الجيش السري. لما شارل ديجول قالها ادوكم الاستقلال حصل صورة من المستوطنين الفرنسيين في الجزائر وانضم لهم زباط الجيش وعملوا معارب باسم منظمة منظمة الجيش السري المسؤول عن ابادة الاف ارواح المسلمين العزل وصمد الجزائريين وصمد شارل ديجول الى ان تم توقيع اتفاقية ايفيان الف وتسعمائة وستين والتي حصلت الجزائر فيها على الايه? الاستقلال. تخلي بنا الله يخليكم من الحتة دي منظمة الجيش السري. ما نقول سؤال صغير هنا بما تفسر اتجاه انظار فرنسا لتونس. ليه فرنسا بدأت تبص لتونس? هم? انك فرنسا عايزة تاخد تونس عشان تكمل الامبراطورية الفرنسية في الشمال الافريقي. البياط في تونس والاسرة القرمنلية في ليبيا غير قادرين على التصدل الفرنسا. موقف السلطان السلبي اللي شاف اه من الفرنسيين في الجزائر. طبعا تاسبابه هتكمل الامبراطورية الفرنسية. البياط والاسرة القرمنلية مش هيقدروا ايه يصدوا مين? اه فرنسا. موقف السلطان السلبي فين? في الجزائر. بص معايا كده. اللي بانيجي نقول عندي. بس حاجة بسيطة كده خريطة. طيب نشوف مع بعض كده. آآ عندي ادي مصر ليبيا تونس اهيه الجزائر المغرب. اتجاه انزار فرنسا الى ايه? الى تونس. هتكمل الامبراطورية اخدت مين? الجزائر. بقى مين? تونس. السلطان كموقوفه سلبي. طيب. قبل ما نتكلم عن ده. هنقول يا واستاذ. اه اه اه. هل فرنسا هتقدر قالك السلطان ارسل اسطول الى تونس طرد الاسرة القرمنلية وحاكم ليبيا حكمه مباشر. راح بعت نفس الاسطول لتونس اعترضت مين? فرنسا. وقال معنا جدا ان فرنسا بدأت تمهد لاحتلال تونس. تبدأ هاين? لا مش هاين. ليه? لان في انجلترا في ايطاليا طبعانين في مين? في تونس. طب نشوف سؤال صغير. السؤال الجاة ده مهم جدا. اثبت تصابق الدول الكبرى لدخول تونس. تصابق الدول الكبرى لدخول تونس. تصابق الدول الكبرى على دخول تونس. ليه? نقول الاسبات اول حاجة نقول عمله على كسب الاعوام في الادارة التونسية الحصول على اكبر قدر من الاستثمارات في السوق التونسية. لهم حق الحصول على الامتيازات فكلما حصلت الدولة على امتياز حصلت نفس الدول اخرى على نفس الامتياز. طبعا عندهم رجالة يسعدون في الدخول في استثمارات في السوق التونسية اخدوها حق الامتيازات كلما حصلت الدولة على امتياز حصلت الدولة الاخرى على نفس الامتياز. تبسل سؤال صغير هنا لما نقول وضح موقف الادارة العليا في تونس من التدخل الاجنبي. السؤال ده برضو مهم. نقول الف تبنمية خمسة وخمسين تسعة وخمسين الباي محمد عمل عهد الامان مساوات الناس قدام القانون. الف تبنمية واحد وستين الباي محمد الصادق عمل دستور واحد وستين. ونص على ادخال التحديث الى تونس. فعملوا على مد خطوط المارك الموانئ لبارد الاتصالات. لهم حق اشراع الاراضي. وقعت تونس في شركة ديون مثل مصر. لمولك هنا ايد صحة العبارة. تشابه كل من اسماعيل والباي محمد الصادق في تعرض بلديهما للازمة المالية. او تشابه كل من محمد الصادق واسماعيل في ادخال الاصلاح الى بلديهما. طيب. نجي نشوف بعد كده حصل عندي مؤتمر كيبير اسمه مؤتمر برلين. قبل مؤتمر برلين نبص مع بعض كده ونشوف المؤتمر ده حصل ليه. لو تفتكروا انتوا عندي الدولة الايه? العثمانية. فكرة الدولة العثمانية تمام. ادي الدولة العثمانية في المنطقة دي ايه? ادي اوروبا. تمام. ايه اللي حصل عندي? الدولة العثمانية حصل لها ايه? هزيمة الدولة العثمانية على يد روسيا. روسيا هزمة السلطان. نتيجة لهزيمة السلطان ظهر الدولة تانية اسمها ايه? بالغرية من الدول التابعة للسلطان. طبعا روسيا هزمة السلطان وفرط على السلطان مؤهد اسمها سان استفن الموزلة. فظهر دولة بلغاريا بشكل اكبر من اللازم اصبحت بلغاريا مخلب قط في قد روسيا بالرغب ان بلغاريا طبعا للسلطان بس الجميل في استقلال بلغاريا البلد البلقانية يعود الى روسيا لما بلغاريا ظهرت بشكل اكبر من اللازم هتستخدم روسيا بلغاريا في الاجهاد على السلطان هتقدر على السلطان الامر الذي وضع اوروبا على شافة حرب كبرى بسرعة انجلترا جات تجري ركز معي كده في اللي بقوله بسرعة انجلترا جات تجري من هنا كده رايح هتجري تضرب مين روسيا ليه كل الناس بتبص للسلطان العثماني على انه راجل اوروبا المريضة الذي ينتظر وفاةه الاقتصام املاكه لما روسيا تضرب السلطان وتسيب بالغاريا تقضى عليه تدخل غير روسيا تبلع السلطان فيصبح التوازن لصالح روسيا جات تجري مين عندي انجلترا رايحين فين نضرب روسيا ونسرق السلطان شافتها مين فرنسا خودين معاك شافتهم مين المانيا هتعملوا ايه هنضرب روسيا ونسرق السلطان فدع بسمرك مستشار الريخ الالماني الى عقد مؤتمر بيرلين قال لهم لا ما تضربوهوش وما تسرقوش احنا هنجيب السلطان نفسه هنا ببرلين ونسرقوه فدع بسمرك الى مؤتمر بيرلين 1878 وفي هذا المؤتمر بالفعل نقدر نقول ان انجلترا اقتنصت كبرس من السلطان مقابل وعد بالدفاع عنه فرنسا استشاطت غضبا فسمحت لها انجلترا بدخول تونس غضب ايطاليا فانضمت لتحالف المانيا والنمسا والمجر ضد التحالف الفرنسا الروسي القديم الحلقة خلصت بسرعة المؤتمر دايما اهم المؤتمرات ونخلي باننا من النتيجة ما نتيجة بيرلين على الوطن الايه العرب نقول نفس التلات نقط انجلترا داخل كبرس فرنسا تونس غضب ايطاليا فانضمت لتحالف المانيا والنمسا والمجر لتحالف الفرنسا الروسي القديم عزيزي طلبات وطالبات السنوية العامة ساعت بكم على مدى اربح ساعات متصلة اليوم الى لقاء بازن الله نكمل فيه الخامس والسادس والسابع مش ياخدوا حاجة ان شاء الله الاسبوع القادم اي حد عنده اي حاجة عايزة صفيها الاسبوع ده انا في انتظاركم اي حد محتاج منه اي حاجة بصفة شخصية كلكم بتنتصروا بيها على التليفون على الواتس على الفيس اه برضو الاكونت بتاع القناة انا تحت امروكم بخش وتصفح اي اسئلة اي حاجة انا بجاوبها الفترة دي انا معاكم مش هسيبكم في اي وقت اي حاجة انتم محتاجينها احنا تحت امروكم معركة تحيات واجمل امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق هذا احمد صلاح يحييكم وكل سلامة طيبين والسلام عليكم